بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته معكم في برنامج أحمد الكاتب يتذكر الحلقة الواحدة والعشرون الحرب العراقية الإيرانية والاستعداد لدخول العراق في المقدمة أحب أن أنوه إلى أني أستعرض هذه المذكرات ولا أريد الترشح إلى رئاسة الجمهورية ولا النيابة ولا الوزارة ولا لأي منصب سياسي إنما أذكرها للتاريخ فقط ولا أريد أن أستعرض بطولاتي أو مجرد يعني مذكرات قد تلقي بعض الضوء على أحداث أشتها ورأيتها وأنقولها كما أتذكر وربما أكون قد أخطأت في التحليل أو أخطأت في بعض الأخبار لا تكون يعني كاملة عندي أو الصورة مو نهائية هذا يبقى عليكم أنتم تكملوا الصورة أنا أنقل الأحداث من وجهة نظري فقط شن النظام العراقي الصدامي الحرب على إيران في 22 أيلول 1980 واحتل عددا من المدن الإيرانية ولم يجد أمامه الجيش الإيراني الذي كان مفككا وضعيفا ومضروبا وغير مستعد أساسا للتصدي أو ربما لم يكن مهيئا لذلك للدفاع حتى عن إيران معدى المقاومة الشعبية التي حدثت في نفس الوقت والتي استطاعت أن تمنعه من الانتشار وتحاصره وتحول دون تحقيقه لأهدافه العسكرية الكبرى الأساسية من الاحتلال وذلك باحتلال منابع النفط في الأهواز ومسجد سليمان وهذه مدينة إيرانية لو كان صدام احتل منابع النفط في الأهواز ومسجد سليمان لكان انتصر في حربه أو هجومه على إيران منذ الأيام الأولى ولكنه عجز عن تحقيق هذا الهدف الأساسي وأصبحت قواته أبئا عليه بعد ذلك القوات التي احتلت إيران أو كانت تحتلها المهم ماذا كان موقفنا من هذه الحرب نحن رأينا كمعارضة عراقية كانت تحاول أن تستميل إيران لدعم المعارضة في العراق رأينا في الحرب فرصة جديدة لإسقاط النظام العراقي الذي لم نستطع إسقاطه عبر الإعلام والإذاعة عبر الإذاعة والإعلام كما كنا نتوقع بسذاجة في السنة الأولى أن الشعب العراقي سيهب عندما يعرف حقيقة هذا النظام وكنا نتوقع أن ينتفض الجيش العراقي ضد صدام الذي زجه في حرب عبثية لا يريدها ضد أخوانه في إيران الإسلامية الشيعية الثورية وراح البعض مننا يشاهد في الأحلام ما يفسره بأن النظام العراقي لن يدوم أكثر من أربعين يوما أو على الأكثر أربعة أشهر بحيث بدأنا نحزم حقائبنا استعدادا للعودة إلى العراق ولأن الحرب أغلقت الأجواء الإيرانية فقد حوصل الكثير من عضاء تنظيمنا في إيران إلى أن أتيح لنا السفر مع وفد إيراني يضم نوابا ووزراء ومسؤولين إيرانيين على متن طائرة إيرانية خاصة يعني رحلة خاصة بالحقيقة ذهب إلى سوريا وليبيا في أيام الحرب الأولى فطلبت وعدد من الأخوة السفر على تلك الطائرة ضمن الوفد الإيراني حتى نذهب إلى سوريا وإلى لبنان نخرج من إيران وكانت مدة الفيزا لدخولي في إيران قد انتهت مدتها منذ زمان حيث كنت أدخل إيران كل مرة بفيزا لمدة شهر وأبقى أكثر من ذلك أنا أكثر الفيزا وعند الخروج كان علي أن أذهب لمحكمة الأجانب كما يسمونها بيقانة وأدفع غرامة غرامة التخلف يعني والبقاء أكثر من المدة المسموح بها حتى يسمح لي بالخروج أعطوني إذن بالخروج خلال أسبوع لازم أخرج وكان ذلك يأخذ وقتا طويلا ولم يكن الوقت يسمح بإجراء هذه المعاملة قبل أن تغادر الطائرة الاستثنائية المستعجلة فاضطررت إلى اللجوء إلى القسم الفني المتطور جدا في حركتنا الحركة المرجعية الرسالية حيث كان يتم تقليد أو تزوير بالحقيقة أختام الدخول والخروج الإيرانية كما كل البلاد الأخرى كان فيها أختام معظم البلاد يعني فجهز لنا القسم القسم الفني فيزا فيزا دخول جديدة على أوراق منفصلة أوراق أن هذا الدخل به التاريخ والآن يخرج بهذا التاريخ كنا نحصل على هذه الأوراق من أصدقائنا في السفارات الإيرانية قائم مقامين يعني وغيرهم وبالتواريخ جديدة تسمح لنا بالمغادرة دون تأخير يعني مثلا واحد داخل قبل ست شهر الآن يخرج بسرعة يسوي داخل قبل سبوعين يختم قبل سبوعين فيخرج بسرعة عادية أي تظهر أي أنها تظهر مدة بقائنا في إيران وكأنها أقل من شهر ولكن تم اكتشاف أمرنا في المطار حيث لاحظ موظف الأمن العام بأن تواريخ الدخول حسب التقويم الإيراني لم تحن بعد يعني الآن مثلا إحنا في شهر آب التاريخ الدخول في أيلول بعد ما جاء وقته يعني مفضوح جدا وكانت غلطة الشاطر وعبثا حاولنا أن نقنع ضباط الأمن بالتغاضي عن هذه المسألة رغم وساطة الشيخ محمد المنتظري الذي كان يرافقنا في السفرة أو كنا نرافقه يعني ولكنه أنقذنا من الاعتقال أنقذنا من الاعتقال واتفقنا على العودة إلى البيت ثم مراجعة الشرطة بعد ذلك للتحقيق في الموضوع ثم انتهى الموضوع بإغلاق الملف بعد ذلك من قبل الشيخ محمد المنتظري الذي كان يشرف حينها على وزارة الداخلية أو على لجنة خاصة في التحقيقات حول اتهامات بالتعذيب أطلقها الرئيس أبو الحسن بن صدر يوم ذاك يعني لف القضية حطها على الرف وانتهت ومع اشتداد الحرب وتحقيق الإيرانيين لانتصارات على الجبهة وإصرار الإمام الخميني على الانتقام من صدام بإسقاطه ورفض كل الوساطات الدولية تزايدت آمال المعارضة العراقية بالانتصار وكثفت تعاونها مع الجيش الإيراني وذهب البعض ليقاتل في صفوف الإيرانيين ضد الجيش العراقي باعتباره قتالا دفاعيا عن الإسلام والثورة ضد النظام البعثي الكافر وكما هو معروف فقد تم تسكيل فيلق بدر من العراقيين المهجرين والمهاجرين والأسرى اللي كان يسموهم تائبين وكان تابعا في الظاهر لقيادة المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق ولكنه كان في الواقع تحت قيادة الحرس الثوري الإيراني وقام هذا الفيلق بالتصدي لهجوم منظمة مجاهد يخلق على إيران في عقاب وقف إطلاق النار وإفشال خطتهم بإسقاط النظام الإسلامي الإيراني وفي الوقت الذي كان الجناح العسكري للمعارضة العراقية في إيران يتقوى ويتضخم فإن الجانب السياسي كان يتعرض لأزمة كبيرة حيث احتدمت الخلافات بين بعض الأحزاب والشخصيات المعارضة ولا سيما بعد انشقاق منظمة مجاهد خلق التي وصفها النظام الإيراني بأنها منافقة حيث بدأ كل فريق عراقي في المعارضة يعد نفسه للاستيلاء على السلطة في العراق هذه في 81 نتكلم ويخطط لتشكيل لجان ثورية على الطريقة الإيرانية الكوميتات في إيران وتصفية المنافقين يعني اتهام المعارضين لهم بالنفاق والمنافقين الذين قد يعكرون عليه صف والنصر كما حدث في إيران كيف حدث دولة مجاهدية خلق انشقوا وأصبحوا وكذا وكذا فنحن خلي نحسب معركة ونحن في إيران قبلها النذب للعراق ونتيجة لذلك تفاكمت الصراعات بين الأحزاب العراقية الإسلامية الشيعية المختلفة في طهران ضغوط إيرانية على منظمة العمل الإسلامي وبعد أن كنا في منظمة العمل الإسلامي على علاقة وثيقة مع الأجهزة الإيرانية المختلفة بدأنا في السنوات التالية نتعرض لضغوط من الإيرانيين من أجل فك علاقتنا بالسيد محمد الشيرازي المرجع الأعلى للمنظمة الذي كان يعمل من أجل مرجعيته الخاصة ولم يخضع لمرجعية الإمام الخميني ولم يتعاون معها في الحقيقة هو كان يعني يؤمن بنظرية ولاية الفقهة ومنذ الستينات ولكنه يعني عندما جاء إلى إيران توقع أن الإمام الخميني يشركه في السلطة والقيادة وكذا ولكن الإمام الخميني لم يأره يعني كثير بال وطلب منه أن يكون وكيله أو إمام جمعة في مدينة الأهواز فرأى أن هذا المنصب أقل من منصب المرجعية وهو مرجع عند مقلدين وكذا فرفض هذا الشيء وثم بدأ تدريجيا ينتقد الحرب وينتقد الإمام ويبتعد عنه شيئا في شيئا فلذلك الإيرانيون طلبوا من منظمة العمل قطع علاقتهم مع السيد محمد الشيرازي حيث عرض السيد مهدي الهاشمي وهو مسؤول كسم حركات التحرر في الحرس الثوري وكان مشرف على العراقيين عموما طالما ذات مرة أو عرض على السيد محمد تقي المدرسي زعيم منظمة العمل أن ينصبه زعيما للمعارضة العراقية في مقابل قطع علاقته مع الشيرازي وإعلان الولاء التام للإمام الخميني ولخليفته الشيخ المنتظري من بعده فرفض المدرسي أن يقطع علاقته بخاله الشيرازي وهو زعيم منظمة أيضا وكثير من الأفراد المنظمة يقلدون الشيرازي لم يكن باستطاعته أصلا قطع علاقته مع الشيرازي وأصر على احترام الجميع بل كان ينظر أو ينظر لصورة مثالية لطبيعة العلاقة بين العراقيين والإيرانيين باعتبارها علاقة متساوية أخوية في مقابل ولاية الفقه مقابل الإمام يعني ليس بالتبع للإيرانيين وإنما هم متساوين وليست علاقة التابع والمتبوع للإيرانيين وهذا ما أدى إلى تخفيف العلاقة مع المدرسي عندما رفض هذا الشيء وتكثيف الضغوط على المنظمة ثم تطورت الأمور سوف نتحدث عنها أكثر فأكثر إلى حالة القطيعة في سنوات الأخيرة من الثمانينات تجربة الثورة الإسلامية في العراق وكتبت في تلك الفترة كتابي تجربة الثورة الإسلامية في العراق هذا الكتاب في سنة 81 أو بين الثمانين وواحد ثمانين الذي حاولت فيه أن أنتقد الحركة الإسلامية العراقية والمرجعية الدينية وبالخصوص تجربة السيد محمد الشرازي السلمية الذي كان دائما يؤكد على السلمية ونحن في تلك الأيام كنا نؤمن بالقوة والعمل العسكري وكذا فمن هذا المنطلق أيضا انتقدت الشرازي وحاولت في دراستي أو في كتابي هذا أن أتعرف على نقاط القوة والضعف في الحركة الإسلامية في الحركة الإسلامية العراقية أملا بدعم خط المرجعية وولاية الفقيه في العراق في المستقبل إذ كانت هذه النظرية التي يتبناها نظرية ولاية الفقيه النظرية التي يتبناها جميع فصائل المقاومة أو المعارضة حتى حزب الدعوة الذي كان يناقشنا في شرعية القيادة المرجعية في العراق في الستينات أعلن تبنيه لنظرية ولاية الفقيه وعين في مؤتمره الأول الذي عقده 1980 مجلسا فقهيا بقيادة السيد كاظم الحائري وذلك بعد صعود خط رجال الدين في حزب الدعوة اللي كان يمثلهم الشيخ محمد مهدي الآصفي وسيد كاظم الحائري وسيد مرتضى العسكري على حساب خط السيد محمد هادي السبيتي الذي كان يقود الحزب منذ منتصف الستينات واختلف مع القيادة الدينية القيادة المرجعية والذي اختطف من الأردن بعد ذلك في عام 1981 وأعدم في العراق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر